وحدوا صفكم نظفوا صفكم جهزوا نفسكم عشان نسلمكم السلطة دي الرئيس السوداني أشار في خطابه أيضا إلى أنه لا بديل عن الحوار الوطني ومن أن السلطات لن تفرط في حماية الشعب وممتلكاته مؤيد البشير حمل شعارات كتب عليها تجعد بس ردا على شعارات المحتجين تسقط بس المطالبة بإسقاط النظام وغايدنا ما أقسر نحن عايزينه ويحتفق حوله وأصلا ما بيخليه ولا بيخفره رد المعارضة جاء في جانب آخر من العاصمة السودانية حشود ضخمة خرجت في مسيرات مناهضة بعد نحو ساعة من خطاب البشير انطلقت من مدينة أندرمان لتسليم مذكرة للبرلمان السوداني في استجابة لدعوة كان أطلقها تجمع المهنيين السودانيين المسيرة شهدت حالات كر وفر بعد أن تصدت لها قوات الأمن السودانية خاصة بعد إغلاق المتظاهرين شارع الأربعين الذي شهد تعزيزات أمنية مكثفة مع إطلاق الغاز المسيل للدموع مستشفى مدينرمان شهدت على سقوط عدد من المصابين بعد اشتباكات عنيفة بينهم وبين عناصر الأمن السوداني حسب الفيديوهات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معي مباشرة من الخرطوم الدكتور فرح عقار عضو الجبهة الوطنية للتغيير دكتور فرح أهلا بك معنا في العربية الليلة أهلا بك دكتور فرح إذن من خلال ما شاهدنا في هذه المظاهرات الرئيس البشير نجح في إثبات أن لديه شارع آخر غير الشارع الذي ينادي برحيله هناك شارع آخر يطالب ببقائه ما تعليقكم وماذا ستفعلون؟ والله يبقي أن يكون كل الشارع للرئيس لأن هؤلاء مواطنين سودانيين والموالين سودانيين والمعارضين سودانيين وكل لديه حقوق دستورية بحق المواطنة تظاهر حق دستوري والتعبير عن الرأي أيضا حق دستوري والمشاركة في كل ما يخص الوطن وهمومه أيضا حق دستوري للموالين وللمعارضين نعم بمعنى المظاهرات الاحتجاجية أو أنتم كمعارضين للسلطة لستم منزعجين من المظاهرات المؤيدة قطعا لستم منزعجين لأننا لدينا قضايا موضوعية وقضايا ما اعترفت بها السلطة نفسها هناك نقص وهناك قصور في كثير من وجوه الحياة طيب هذا القصور في مختلف أوجه الحياة هي التي جعلت الشارع السوداني يتحرك ويطالب بالتغيير اليوم الذين خرجوا للمطالبة ببقاء البشير ما هي حجاجهم دكتور فرح؟ والله أحسب بأن هذه تفاوت وتباون في وجهات النظر وفي تقييم هذه القضايا وهذه الإشكالات السودانية لا أحسب بأن هناك من يختلفون بأن البلد الآن في مفترق طرق وتمر بأزمة سياسية واقتصادية واقتماعية وثقافية وغيرها طيب لكن دكتور فرح هذا المفترق طرق هذا الذي تتحدث عنه البشير اليوم مثلا قال هو مستعد لتسليم السلطة ولكن فقط عن طريق صناديق الاقتراع عن طريق انتخابات هل أنتم اليوم متأكدون هل المعارضة التي تطالب برحيل البشير متأكدة أنها إذا ذهبت انتخابات الشعب سينتخبها سيزيح البشير من السلطة للانتخابات مطلوبات وللانتخابات أيضا قضايا يجب أن تتوفر لتمهد الطريق والمجال والميدال للانتخابات بصورة تتوازن فيها الحقوق والواجبات والفرص ولكن ما نراه الآن البلد حقيقة ليست الآن في وضع يمكن من الانتخابات على سبيل المثال الآن هناك حروب تدور في سبع ولايات بولاية سودان وهذه الحروب الآن لديها ستة وثلاثين عاما أفرزت لاجئين ونازحين وهناك قوانين للطوارئ أثرت على هذه المراطق مما دفعت بالمواطنين للهجرة وأصبحوا أيضا نازحين ولاجئين في مدن كثيرة من أرجاع سودان وخاصة لعاصمة الغرب وهم يفتقرون لأبسط مقاومات الحياة وهذا خلق غبن شكرا جزيلا لك شكرا وصلت لك دكتور فرح القار عضو الجبهة الوطنية للتغيير كنت معنا مباشرة من الخرطوم لما فردوا طاقت بيهم والأمن فقد والعيش بك الصعب يوقم هنا لو حصل لي أكون دائجة معا لقدر الله حتم شوين حتم كل عاجئين